وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائيات المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وخلال لقاء مع وزير العدل المستشار عمر مروان وجه الرئيس السيسي بقيام أجهزة الدولة المعنية بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية وقد وجه السيد الرئيس بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة وذلك لأعدد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وبحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن كما وجه السيد الرئيس بقيام أجهزة دولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في آداء مهمها بكل مهنية وموضوعية وفي هذا الإطار استعرض المستشار عمر مروان الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة وأضف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل استعرض كذلك الجهود المبذولة من جانب رجال القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يوميا أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمنح وسام يخصص للسادة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أولا لسم من توفي منهم تقديرا لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى وسام القضاء المصري كما وجه السيد الرئيس بمنح شهادات تقدير موقعة من سيادته لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر